لم تمضي سوى ثلاثة أشهر على اندلاع الثورة السورية حتى أعلن المقدم حسين الهرموش بيانه هذا أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من العناصر الجيش العربي السوري الحر بيان أتى بعدما رأى الهرموش ميليشيا أسد تقمع المتظاهرين السلميين في درعة وحمص وبانياس وجسر الشغور وغيرها من المدن السورية المنتفضة ليؤسس الرجل ما عرف آنذاك بحركة الضباط الأحرار كأول جسم عسكري ناطق باسم الثورة وتكون نواة للجيش السوري الحر شكل انشقاق الهرموش صفعة قوية لما يسمى نظام أسد الذي وضع 486 شخصا من عائلته على قائمة المطلوبين فيما كان الضابط المنشاق يقود عمليات ضد ميليشيا أسد قبل أن تعلن الأخيرة عن اختطافه منتصف آب عام 2011 في عملية قيلة إنها تمت داخل الأراضي التركية ولم تكتفي ميليشيا أسد بذلك بل داهمت مسقط رأس الهرموش في قرية إبلين بجبل الزاوية ونفذت جملة عمليات انتقامية هناك بعد ذلك بث إعلام ما يسمى نظام أسد مقابلة للهرموش بدى واضحا فيها تعذيبه وإجباره على سرد ما كان يردده ذلك الإعلام من قبيل المؤامرة الخارجية والعصابات المسلحة فيما تضاربت الروايات حول مصير الهرموش تماما كما تضاربت تفاصيل وآلية اختطافه لكن انشقاقه عن ميليشيا أسد جعله رمزا في سيرورة الثورة السورية ونقطة تحول فيها وفي ذكر انشقاق الهرموش يأمل السوريون في أن يعيد الجيش الحر سيرته الأولى لتحقيق آمالهم في الحرية والتغيير فبعد انشقاق الهرموش انشق ضباط آخرون منهم من نقل البندقية من كتف الثورة لكتف ما يسمى نظام أسد ورغم ظهور أجندات خارجية حرفت مسار بعض مقاتل الحر وانهاء هيئة تحرير الشام عدة فصائل فيه ثم تافئة تدافع عن السوريين في آخر منطقة لخفض تصعيد شمال سوريا اشتركوا في القناة